كل تحركنا اللي ابتدأ يعني منذ اللحظات الأولى إلى أن انتهى ما كان عندنا أي احتكاك مع القوات المسلحة بكل صنوفها سواء كان من الجيش العراقي من الشرطة الاتحادية من الأجهزة الأمنية وحتى مع المدنيين ما كان أي احتكاك ولم يسجل أي خرق لم نقطع شارع ولم نحرق مبنى ولم نعتدي على مدني السؤال الواضح لماذا تواجدتم في هذه المناطق وهذه المناطق ليست فيها أنا أعرف السؤال جيدا هو أنا أريد إجابة حتى استفاد من الوقت أنا أعرف السؤال جيدا لماذا هنا هو يقول ما يخالفه أنا قلت لك اليوم أنا بخدمتكم بس لما يصير انفجار في سحة الطيران يعني شنو مثلا من الذي يكون مسؤولا عنه لما يتساءل السيد مويدي الجحيشي إنه إذا داعش موجود إحنا ما نتحدث عن داعش عسكريا داعش عسكريا انتهى ولن يكون له وجود مرة أخرى على أرض عراقية من الشمال إلى الجنوب هذا وعد وعهد قطعناه على أنفسنا لعن أي داعش تتحدثون عنه هناك عمل أمني هناك عمليات أمنية شنو نعم أي داعش لعد إذا لم يكن هناك داعش على العراق أي داعش أنتم الآن الذين تخشون منه أو الذي أصدر أو لديكم معلومات مو هاي شي لازم أضطر أفصل تمام أفصل لازم لا لا بس دخل لي بإجابة مباشرة حينما أتحدث عسكريا يعني لا توجد أرض معينة مثلا 1 كيلومتر في 5 كيلومتر ساقطة بيد عصابات داعش المعركة الآن مع داعش معركة أمنية وليست عسكرية وليست عسكريا وليست عسكريا موسيقى